ورجعنا مرة تانية مشاهدينا لسا مكاملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد والخوف في كل الخوف على الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري في تراجع مستمر وكلما الأمور تقترب إلى الأمان أو لبارد الأمان نرجع مرة تانية إلى الخلف يمكن الاعتصامات والاحتاجات الفئوية وغير الفئوية والإنتاج كمان يتعطل وبالتالي كمان بتقل الموارد اللي بتحتاجها مصر فمن هنا بيحصل كتير جدا أن المستثمرين بيخرجوا مرة بر مصر ما بيتعاونوش معنا إطلاقا ده طبعا بيأثر علينا جدا خصوصا كمان أنه كانت الحكومة الانتقالية لدكتور عسام شرف كشفت في مايو اللي فات أنه حجم الاستثمارات اللي بتحتاجها مصر فقط من الخارج هي 12 مليار دولار على مدى السنتين اللي جايين من بينهم مليار دولار للموازنة الحالية و10 مليارات للموازنة القادمة النهاردة نتكلم بالتفاصيل عن الاقتصاد وعن الموقف بتاعنا إن شاء الله مع الدكتور فخري الفئي هو خبير الاقتصاد بالأمم المتحدة والنائم المدير التنفيذي لسندوق النقد الدولي صباح الخير يا فاند صباح الخير يا دكتور الوضع الاقتصادي زي ما صار قالت متزفزب في صعود وهبوط لكن في الكامي يوم اللي فاتوا اخر خبر سمعنا انه البورصة اكتسبت 16 مليار ده انقذنا كثيرا من الازمة اللي احنا كنا فيها الوضع عامل ازاي وهل ده هيحصل هبوط تاني ولا احنا في تصاعد بعد نتيجة بعد او نتيجة الديمقراطية في مصر ونفورة النور للشعب المصري عملها بانه هو كله نزل في مرحلة الاولى اندخل انا بصراحة عايز يعني اوضح نقطة مهمة للمشاهد اللي بيتفرج علينا بانه الملف الاقتصادي قد ايه انه هو بيستجيب لاي نوع من الاستقرار في الملفات الاخرى ملف السياسي والملف الامني وعلشان كده لما تأزمت الامور كان الاقتصاد بيخسر كل يوم وفيه نزيف مستمر طبعا انا مش عاوز اخوف اهالينا في مصر والشعب المصري من الوضع الاقتصادي المتردي ولكن انا شايف الفترة دي اللي هي الاستقرار الامني الى حد ما افضل خلال بداية الاسبوع ده وبالتالي مش غريب ان احنا نلاقي المرآة بتاعتنا اللي هي البورصة في الفترة دي هي مرآة جميلة جدا بتبين قد ايه الاقتصاد بيتأثر بالاوضاع الامنية والسياسية ولما بدأنا اول يوم في المرحلة الاولى من انتخابات مر على خير اللي هو كان يوم الاتنين ومر بسلام وفيه نعم الاستجابة من الشعب المصري انه هو مصر على انه يعني يدل بصوته والانتخابات تنجح في اول يوم تاني يوم على طول البورصة لقيناها استجابة استجابة واضحة وسريعة وبتهلل وبتقول ان كده بكسبنا تقريبا البورصة كسبت في اول يوم 13 او استعادت حوالي 13 مليار من خسائرها السابقة اللي كانت في الاسبوع السابق ليوم الاتنين الماضي كان البورصة خسرانة 27 مليار طبعا 27 مليار من ناحية ايه انه القيمة السوقية او قيمة الاسهم الموجودة للشركات المسجلة في البورصة قيمتها نزلت وبالتالي بنحسب بقى اجمال الخسائر في سعر السهم مضروف في عدد الاسهم الموجودة في البورصة يبقى القيمة السوقية للاسهم اللي في البورصة في الاسبوع الماضي خسرت 27 مليار لكن دي خسار مقدورة عليها ممكن يعني بس حبيب العالك انت بصت الحتة ما نبصت ما نبقول ايه اه يعني احنا نبصتها السهم يعني 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 الاسهم لما السهم ينزل من 15 جنيه ل 10 جنيه يبقى كده السهم يخسر 50% لما نضرب 5 جنيه دول في عدد الاسهم في كل الاسهم المسجلة في البورصة يبقى القيمة بتاعت الاسهم السوقية يعني في السوق نزلت بمقدار 17 بمقدار 17 مليار قلنا في هذه الحالة ان البورصة خسرت 27 مليار في الاسبوع اللي هو الماضي لكن لما اول يوم في الانتخابات نجحنا فيها وكانت تجربة فريدة في حد ذاتها تاني يوم اللي هو تالي يوم الثلاث الماضي البورصة سجلت زيادة في يوم واحد فقط انه سعر الاسم اسعار الاسم كلها في البورصة زادت وبالتالي استعدنا من الخسائر 27 مليار استعدنا منهم 13 مليار يعني لقصده خسائر البورصة ما هيش حاجة بنخوف بيها الناس ولكن بنقول ان المرآة بتقول والله ان فيه نزيف في الاقتصاد فنخلي بالنا مش اكتر لكن فيه خسائر تانية لا يمكن ان نعوضها خسائر الارواح اللي بتزهك فيه مثلا في الميادين عندنا اتنين ان الاقتصاد بنجد ان هو الاستثمارات التي لا تأتي السياحة التي تدهورت مش هنقول الزمان يرجع يا زمان لانه مش هقدر اقول والله الزمان ارجع تاني عشان السياحة تبدأ من قول وجديد لا اللي خسرناه خسرناه خلاص لن يعوض لكن البورصة ممكن نعوضها لما الامور يعني تنفارج وبالتالي في هذه الحالة اهي البورصة عوضت يوم الاثنين 13 مليار ويوم الثلاث يوم الثلاث 13 مليار ويوم الاربع 4 مليار يو 17 مليار والنهاردة كمان فيه حوالي 3 مليار يبقى دي 20 مليار من السبعة وعشرين مليار اللي خسرناه يعني نقدر نقول لو الامور استقرت بهذا الوضع وانه المرحلة الاولى الحمد لله انتخابات خلصت واللي اعلنت النتائج الانتخابات وانه مع الاخذ في الاعتبار طبعا النتائج احنا بنقبل النتائج الانتخابات ايا كانت النتائج يعني اطار الديني بتاعنا خد له ما يقرب من 60% زي ما اعلن وانه الكتلة خدت لها عشرين والاحزاب الاخرى زي الوفد وخلافه اخدوا بقية النسبة فاحنا بنقبل هذا لانه الشعب المصري ما هواش من نوع يعني لا يقبل نتائج طلب انها نتائج نزيهة وحرة ولا يوجد فيها فساد ولكن هي فيها نوع من الايه الطهارة في هذه ولو انه فيها بيشوفها بعض الشوايب نقدر نعليجها في المرحلة التانية اللي هتبدأ يوم 14 وهنا نتدركها ايضا في عملية المرحلة التانية ولسه قدامنا المرحلة التالتة يعني اللي اقصده كيف ايام ايا كانت النتائج في هذه الحالة بنقبلها كما تأتي فبقول انه الاقصاد المصري في الفترة اللي جاية فترة حرجة للغاية وبالتالي لازم نخلي بالنا هنا بنقول انا في تصوري ان الحكومة اللي هي المفروض ان هي جديدة مكان حكومة عصام شرف ان هي الحكومة الجديدة رئيس الحكومة الجديد اللي هو الدكتور الجنزوري هو يتميز بانه يعني رجل يدرجي بمعنى اخر خبرة بمعنى اخر ان هو مايسترو ويقدر يلعب الدور انا منتظر بقى من الحكومة الجديدة لما تعلم بمشيتي الله هتكون لها اثر ايجابي برضو على الاقصاد بتاعنا لانها بتدي اشارة ايجابية طب محضرتك تقول لنا كده بترتيب ما هي اكثر القطاعات تأثرا اقتصادية من جراء الاحداث اللي حصلت الفترة اللي فاتت واللي احنا لسا موجودين فيها الكل عارف ايه القطاعات بس انا افكر الناس القطاعات زي السياحة تأثرت تأثر فادح للغاية ما بشوفش حد في الشارع قبل ضبط يعني كان مثلا فيها 2 مليون مواطن بيعملوا في القطاع السياحة النهاردة فيه نسبة كبيرة جدا اصبحت تم الاستغناء عنهم وبالتالي اضيفوا الى طابور البطالة الموجودة في مصر حرارك ده ما فيش اوتوبيس سياحي انا شايفاه ماشي حتى في النجان يوم كنت في الهارة ما شفتش اوتوبيس سياحي صحيح صحيح اللي سيحة كان بتدر على مصر دخل بالنقد الاجنبي ما يقرب من 13 مليار دولار النهاردة لو سيحة جابت 5 مليار دولار تبقى حاجة من عند ربنا يبقى يخسرنا 7 مليار دولار خلال الفترة يعني خلال العام بقيت القطاعات ده سياحة ايضا خد قطاع الاستثمارات الاستثمارات بالذات الاجنبية وحتى المحلية الاستثمار المحلي النهاردة كل واحد مننا الرجل الاعمال يقولك اذا كان ناوي يتوسع في شركات يقولك نستنى شوية حتى ما نشوف الساس مريدي دلوقتي المستثمر المحلي النهاردة بيحجم على انه يزود استثماراته ده مش كده وبس اذا كان المستثمر المحلي النهاردة بيحجم فما بالك بالمستثمر العربي والاجنبي فالاستثمارات الاجنبية كمان تعطلت ونضب او جفت يا نبيع الاستثمارات الاجنبية نيجي لقطاع البنوك النهاردة قطاع البنوك النهاردة ما ننساش انه فيه وكالة تصنيف اعتماني زي وكالة موديز العالمية انها خفضت ونتنبه المتعاملين مع الجهاز المصرفي بتاعنا سواء كان مواطنين محلين او اجانب بانه والله المخاطر اللي بتحييق بالبنوك بقطاع المصارف مخاطر عالية لانه الحكومة بتستلف من المصارف لانها عجز عندها عجز ضخط جدا وده بيرفع قيمة الفايدة ويمكن ده موضوع وده رفع سائل الفايدة الى اخره طبعا دكتور فخري انا عندي سؤال مهم وده بيشغل الكتير من الجمهور اللي بيتفرج علينا انه في اطار طيار اصولي بالشكل بالمؤشرات اللي احنا شايفينها انه له غالبا سيكون له الغالبية في البرلمان وانه في كلام على انه السياحة قد يتم التغيير العمل فيها في حاجات كتير وانه لسه برضو في كلام انه قد يتم التعامل مع البنوك وفوائدها على سنة الاربة يعني فيه الغام كثيرة جدا في المستقبل حضرتك شايف لو الطيار الاصولي هو من سيقود القاطرة الفترة القادمة الوضع هيبقى عامل ازاي وممكن نروح فيه شوف يعني الطيار يعني من قدرش نقول طيار اصولي طيار الديني بتاعنا وبالتالي في هذه الحالة الطياري الاسلامي فيه منه اللي هو الاصولي وفيه هناك اللي هو الاكثر تنويرا يعني لما ناخد لو حبنا نسمي بالاسامي الاحزاب باسامي الاحزاب فيه منع ان احنا نسكر الاحزاب يعني مثلا الحزب للحرية والعدالة مثلا اللي هو الزراع السياسي للاخوان المسلمين هو طبعا اكثر من ضدوجا من ايام اتنين وخمسين ده اصبح اكثر من ضدوجا واصبح النهاردة اكثر تنويرا مقارنة بحزب النور حزب النور يعبر عن طيار السلفي اللي هو الاصولي بقى في هذه الحالة هنجد انا كان نفسي ان طيار اللي هو حزب النور انه كان يورينا البرنامج بتاعه البرنامج خاصة الجزئية الخاصة بالاقتصاد ناوي يعمل ايه وعشان كده سؤالك يعني مبرر لانه انت مقردش البرنامج بتاع حزب النور لكن احنا عم بانناش بتنتخي بحزب النور لانه طيار يعني يلتزم بالاصول الاسلامية والشريعة الاسلامية وبالتالي الناس بتتعاطف لكن احنا مفروض نبني انتخاباتنا عن علم فانت النهاردة كان نفسي اشوف برنامج حزب النور خاصة الجزئ الخاصة هيعمل ايه بالنسبة للبنوك والفايدة هيعمل ايه بالنسبة للقطاع السياحة هيعمل ايه الكثير من القطاعات النهاردة فيما تعلق من الشق الاجتماعي ورؤيته لدور المرأة في هذه الحالة انا عاوز اعجل الرد بس يعني لو ايه ايه ايه